ما يزال الغموض متسيداً المشهد السياسي العراقي ساعة على انعقاد الجلسة النيابية الثانية التي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية بعد تعطيل نصاب جلسة السبت الماضي فهل سأنجح هذه المرة تحالف إنقاذ الوطن في ضم كتل ونواب إلى جناحه أم أن ساعات الحسم ستشهد تقارباً وانضباماً لبعض الكتل المنظوية تحت جناح الإطار حتى ننتظر جلسة لتمرير رئاسة الجمهورية يجب أن يكون هناك التحاق لشركاء سياسيين آخرين غير ما هم موجودين في المشهد السياسي حتى يكون هناك هذه التوسعة للقرب من النتيجة الإيجابية في اختيار رئيس الجمهورية الخيارات القانونية والدستورية تبقى ضمن مسؤولية المحكمة الاتحادية إذا أخفق المجلس مرة أخرى في تمرير مرشح لقصر السلام فيما يؤكد قانونيون أن المحكمة ستكون أمام خيارين إما إلزاموا مجلس النواب بمدة محددة لاختيار رئيس الجمهورية أو حل مجلس النواب وفق المادة الرابعة والستين وإعادة الانتخابات المحكمة الاتحادية عند اصدار قرارها بفتح باب الترشح من جديد أوصت بأن يلتزم مجلس النواب بالمدة الدستورية التي نص عليها المشرع العراقي لكنها لم تلزم مجلس النواب بذلك أما أن يتم رفع دعوة من المحكمة الاتحادية بخصوص عدم التزام مجلس النواب بالمدة الدستورية ومن ثم يصدر قرار من المحكمة الاتحادية بضرورة الالتزام وعند ذلك تكون أمام مفترق طرق أما الاستمرار لمجلس النواب أو الذهاب إلى حل مجلس النواب عن طريق المادة 64 بين هذا الخيار وذاك يبقى مصير العملية السياسية في العراق بيد الكتلة السياسية ونوابها الذين وضعوا بموقف لا يحسدون عليه فإما تحمل المسؤولية أمام مناخبهم والإسراع في اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بأقرب وقت أو عودة الهيجان الشعبي للشارع المطالب بالخدمات وإقرار الموازنة لتحسين الواقع المعيشي تحرك واسع يجري باتجاه نواب وجهات غير منضوية مع الإطار التنسيقي من أجل ضمان مشاركتها في جلسة الأربعاء بهدف أكمال نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية من بغداد ناسيوسف قناة الفلوجة